تراجع في مبيعات التجهيزات والآلات الصناعية بحوالي 50% مطلع السنة الجارية وذلك نتيجة لارتفاع الأسعار بأزل من 40% بعد تراجع قيمة الدينار وارتفاع الرسوم الجمركية إلى 30% تراجع قيمة الدينار أثرت بالأسعار حوالي 30% حتى 40% ونظرنا أنه يجب أن يأتي للمشترين مثل نيشري يقابل زي قليلاً في السيدي في السيدي تراجع على طلب المكينة حوالي 30%-40% 30%-35% عزوف لأصحاب شركات تسويق الآلات والماكينات الصناعية في التعامل مع حاملين مشاريع أنساج وكناك لمواجهاتهم عدة عراقيل إطار تشغيل الشباب عند مشكلة المر به هو الدفع 10% بعدين تسلمنا المكينة وتستنى حوالي شهرين أو ثلاثة أشهر باش يكمل لك المبلغ المتبقي احنا الشباب ننصج ما نتعاملوش معهم كثير بسكو عندنا بروبلم في البايمو يعطونا 10% نابري 90% صعب شوية طول حتى ثلاثة أشهرين أو ثلاثة أشهر مع تجميد الحكومة لاستيراد حوالي 900 منتوج من الخارج تم رفع رسوم الجمركية لمختلف التجهيزات الصناعية التي لا زالت تستورد وهو ما أثر مباشرة على أسعار تلك الآلات الموجهة للصناعات التحويلية والغذائية ما أدى إلى تراجع كبير في الطلب عليها اشتركوا في القناة